اشتركوا في القناة التوظيف للبحرينيين بصورة مستمرة حيث يعمل المسؤولون على إعادة دراسة تلك المشاريع والأخذ بالجوانب الإيجابية فيها هذا وسيتم افتتاح مركز جديد للتوظيف والتدريب في منطقة الجفير لخدمة أهالي محافظة العاصمة من الباحثين عن عمل وتقديم خدمات الوزارة الشاملة في مجالي التوظيف والتدريب فضلا عن التأمين ضد التعطل والإرشاد الوظيفي إلى جانب خدمة أصحاب الأعمال وكان وزير العمل قد أعلن عن افتتاح مركز التوظيف الجديد خلال زيارة إلى منطقة أم الحصم والتي أكد خلالها دعم الحكومة الموقرة لمختلف مشاريع إدماج الكوادر المؤهلة في سوق العمل فضلا عن المشاريع الأخرى منها المتعلقة بتوظيف المرأة البحرينية وتعزيز حضورها في كافة المواقع الإنتاجية نظمت لجنة الترويج والمعارض والمؤتمرات في غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع شركة كي بي أم جي ندوة حول إدارة الشؤون المالية والنمو الأعمال وقد تطلقت الندوة إلى خدمة الحلول المحاسبية للمؤسسات من شركة كي بي أم جي وبحث كافية مساعدة الشركات في إدارة إجراءتها المالية بكفاءة إضافة إلى مناقشة التحديات التي توجه الشركات حاليا وتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة كما استعرضت الندوة البوابة الإلكترونية المؤسسية الخاصة بالشركة والتي أطلق عليها مركز كي بي أم جي التعليمي حيث ستقدم هذه البوابة مجموعة متكاملة من البرامج التدريبية على شبكة الإنترنت لكافة الشركات عبر مختلف القطاعات طبعا هذه النقوات مهمة جدا حملات دوعوية وخاصة كيف يجي فخروا من الشركات المعروفة الدولية حبينا أن نحن نتعاون معهم في ثلاث محاور اليوم يتكلمون عنه اللي هو المحاسبة وهذه النظام المحاسبة غير مهم بالنسبة للمؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال لأننا مثل ما نعرف حين المؤسسات الكبيرة وروادية عندهم بانتظام النظام المحاسبة عندهم هذه برنامج جديد يخدم هذه الشريحة وتقديم الأفضل مساعدتهم خصوصا في المحاسبة وهو أهمية المحاسبة ونحن نبع مؤهد على الضرائف العام القادم ونبع في نستغل لنا الفرصة في تصلية الضوء على الضرائف واحتياجات المؤسسات بالإضافة إلى عندنا نبع خدمات جديدة أو منتج جديد وهو التجريب أكدت شركة طيران الخليج على العلاقات الطويلة التي تربط شركتها بالسوق السعودي جاء ذلك خلال إطلاع ممثلي وكالات السفر والسياحة في مدينة جدة على آخر تطورات الشركة ومبادراتها التي تركز على العملاء وكان طيران الخليج قد شنت حزمة من المبادرات التجارية لمسافرها تضمنت خدمة الدفع المسبق للمقاعد والوزن الزائد ودخول قاعات الصقر الذهبي بهدف تسهيل السفر على المسافرين ويعطائهم تحكما أكبر في اختيار الخدمات المتعلقة بالسفر والآن مشاهدين نتابع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نواصل نشرى مشاهدين مع قراءة لأداء البورصة الخليجية لنهاية تعقدات هذا اليوم ونلاحظ في الشاشة أن معظم الإغلاقات أغلقت باللون الأحمر ونبدأ من السوق المالية السعودية التي كانت بخلاف الغالبية وأغلقت بارتفاع كبير نسبته نصف نقطة مئوية وتجاوزت حاجز 7100 نقطة ب45 نقطة وذلك لتصدر ارتفاع قطاعي الخدمات التجارية والمهنية وإنتاج الأغذية في السوق السعودية أبوسة الكويت أغلقت على انخفاض بتراجع نسبته 10% عند مستوى 6829 نقطة وذلك عاد لانخفاض أسهم قطاعي التأمين والسلع الاستهلاكية نتحول إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي أغلق بتراجع طفيف جدا أقل من 10 نقطة مئوية عند مستوى 4588 نقطة متأثرا بتراجع نشاط أسهم قطاع البنوك وأيضا الخدمات سوق دبي المالي سجل أيضا تراجعا ونالك بنسبة أكبر من سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة تقارب 13 نقطة مئوية عند مستوى 3647 نقطة ويعود سبب الانخفاض لضعف التداول على أسهم المدرجة في قطاع الخدمات وأيضا قطاع العقارات في حين سجل سوق مسقط للأوراق المالية تراجعا كان الأكبر في تداولات هذا اليوم بنسبة تجاوزت 17 نقطة مئوية عند مستوى 5005 نقاط بسبب تراجع كافة مؤشرات البورصة وعلى رأسهم المؤشر المالي بورصة المحلية مشاهدين أيضا تراجعت عن انخفاض ولكن من انخفاض طفيف جدا أقل من 10 نقطة مئوية عند مستوى 1323 نقطة وذلك عائد انخفاض مؤشر قطاع الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مشاهدين مليونين وستمائة وسبعة وتسعين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 516 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 39 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع التأمين حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة منسبته 70% من القيمة الإجمالية للأسهم في سياق متصل توقع المدير الإقليمي للبنك الدولي في منطقة الخليج الدكتور نادر محمد أن يشد الاقتصاد الخليجي معدل نمو متصاعد يتدرج من 1.3% عام 2017 إلى 2.6% عام 2019 التفاصيل في سياق التقرير التالي في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على مدار العام الماضي أظهر صندوق النقد الدولي بوادر انتعاش لمنطقة الخليج العربي مرجحا ارتفاع الإنفاق ومستوى الثقة في القطاع غير النفطي وتباطئ وطيرة التقشف المالي بالإضافة إلى تطبيق الإصلاحات الرئيسية المقررة في المنطقة وذكر المسؤول الإقليمي للمنك الدولي لصحيفة الشرق الأوسط أن الوضع المالي العام جيد في مختلف دول المنطقة ما يتيح الحيز اللازمة كي تركز الحكومات على التحديات طويلة الأجل في ظل توقعات بتحسن أرصدة الموازنة العامة والحساب الجاري على مستوى المنطقة لافتا إلى أن القطاع غير النفطي في منطقة الخليج تحسن رغم استمرار تأثر معدل النمو الكلي بخفض إنتاج النفط ولفتا إلى أن المتغيرات الدولية وانخفاض أسعار النفط أثر بشكل مباشر وكبير في اقتصادات دول مجلس التعاون على مدى الأعوام الأخيرة رغم الجهود الإصلاحية الملموسة التي توافرت لديها واستهدفت العمل على هيكلة اقتصادياتها من أجل تحقيق كل أسباب التنمية المستدامة ما زادت ثقة باقتصادات هذه الدول هذا وأكدت وكلة كابيتل انتليجنس للتصنيف الاعتماني تصنيف العملات المحلية والأجنبية في الكويت عند A-A على المدى الطويل و A-1 على المدى القصير مع نظرة مستقبلية مستقرة لكل تصنيفين الوكلة أشرت إلى أن هذه التصنيفات تستمد الدعم من مقاومات الاقتصاد الشامل القوي في الكويت والنمو الإيجابي وصاف الاستثمارات الخارجية بفضل الإدارة المتوازنة للحكومة رغم تراجع أسعار النفط والغاز كما يدعم التصنيف الاعتماني الذي حصلت عليه الكويت انخفاض سعر التعادل المالي نسبيا لسعر النفط فضلا عن ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الكويتي خفضت وكلة موديز التصنيف الاعتماني نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري من مستقرة إلى سلبية وذلك على خلفية ضعف ظروف التشغيل واستمرار الضغوط التمويلية التي تواجه البنوك منذ قرار مقاطعتها من قبل الدول الداعية لمكافحات الإرهاب وأشار تقييم موديز إلى القدرة الضعيفة لحكومة قطر على مساعدة البنوك مؤكدا تأثر اقتصاد قطر جراء الهبوط الكبير لأسعار النفط خلال السنوات الماضية وتتوقع موديز أن يهبط نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 2.4 خلال العام الجاري وذكر تقرير أن لأزمة قطر مع الدول الداعية لمكافحات الإرهاب تأثيرا على الاقتصاد مضيفة أن الصعوبات التي تواجه قطاع البناء ستنعكس سلبا على أصول البلاد ورجحت الوكالة أن تؤدي أزمة قطر إلى إخراج عدة وداء عملية أجنبية من البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر